إمامنا الكبير الإمام بن القيم بيصف شيخه إنه كان متحلياً بتلك الخصال سريان روح الأخوة والنظرة كانت نظرة ربانية التطلع رباني ولم يكن بشري طيني ويعني بينقل عن بعض الأكابر ممن صاحب شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول وديدت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائه أني لأصحابي في الود كابن تيمية لأصحابه في الود فما سمعته مرة يدعو على أحد منهم أبداً وجئته مرة مبشراً بموت ألد أعدائه ألد خصومه بأنه قد هلك قال فأنكر علي ذلك ونهرني ولامني وأعرض عني ثم قال إن لله وإن إليه راجعون ثم انطلق من فوره إلى دار ذلك الميت الهالك وقال لأولاده بعد أن عزاهم أنا مكانه إن احتجتم شيئاً فأعلموني لأولاده